المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هيئة استشارية مستقلة أحدثت بموجب الفصل الثامن والستين بعد المائة من الدستور مهمتها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي وبصفة هيئة استشارية مستقلة للحكامة الجيدة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية يسعى المجلس أن يكون بوتقة للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وفضاء تعدديا للنقاش والتنسيق بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذه المجالات من أدوار المجلس كذلك تنوير ذو القرار والفاعلين والرأي العام بواسطة التقييمات الكمية والنوعية المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينجزها يزاوج المجلس في تركيبة بين التمثيلية لمختلف الفاعلين المعنيين والخبرة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي مع الحرص على مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تعيينهم علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك يتألف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من ممثلين عن كافة القطاعات والفاعلين المعنيين بمسألة التربية والتكوين إذ يضم بالإضافة لأعضاء معينين لشخصهم باعتبار كفاءتهم في مدان من التربية والتكوين والصفتهم أعضاء الممثلين لمجلسي البرلمان وأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية للموظفين والمشاغلين وأباء التلاميذ والمدرسين والطلبة والتلاميذ والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين ترجمة نانسي قنقر